اللهم يا مالك الملك يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم آمين أهلاً أهلاً يا حلوين يسعد لي صباحكم ومساكن أمتى ما كنتوا عم تحضروا هذا الفيديو بعرف أني تأخرت عليكم بس كنت صايمة وهلاً عم سجلكم الفيديو وأنا بصايمة يعني عرفته خليلي قلبكم قبل ما بلج الفيديو خلينا نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما ننسى طبعاً كمان ندعي لأهلنا بغزة وفلسطين والعراق واللبنان وسوريا واليمن والسودان كمان هيك الله يكون معهن بكل مكان يا رب ويفرج هم كل مهموم وينصر كل مظلوم يا رب وربي يفرج علينا وعليكن أجمعين حبيبات قلبي حبايب قلبي شاركت معكم نهاية هذا المقطع اللي على طول حنشركم يا بكل فيديو طبعاً لأني كتير بحبه وهيك حصور لكم الزراعات كيف صاروا وكيف كبروا وطبعاً بهل الزراعات تبع السجادة كل ما بيطلع شي صغير طبعاً بتشيلو مشان ما تضلّة انو صغيرة تكبر أكتر وأكتر يخليلي قلبكن يا رب وما يحرمني منكن الحمدلله رب العالمين صاروا غير شكل هيك عم ينعنشوا ودائماً طبعاً عم بسقيونو هاي الوردة الجورية غير شكل ايه والله يا حبايب قلبي والجاردينيا يلي عندي كمان هيك ماتت والزرار التاعولة كمان صار يهر ايه والله يا حبايب قلبي والزرار تبع الجاردينيا انو صاروا يهروا ما بعرف لي ميكن عشوا بالحمدلله رب العالمين دخيل قلبكم دي اتشكر طبعاً كل صبية دخلت عقناتي فعالت زر الجرس وكتبتلي تعليق حلو وهيك وتعليق إيجابي ربي يسعد قلبك ويفرح قلبك ويجبر بخاطريك ويوفقك يا ربي حبايب قلبي اهلا وسهلا فيكم بقناتي ان شاء الله تعجبكم وبتمنى لا تنسوا تحطولي لايك وتفعلوا زر الجرس تكتبولي تعليقات ايه يخليلي ياكن ويلا خلينا نبلش بالفيديو هون عندي زرعات البندورة متل ما قلتلكم اني انا زرعت بندورة طلعت غير شكل عن جد يعني لسه ما طلعت بس يعني ها يعني عم بتطلع البندورة هاي الصغيرة ان شاء الله اول ما تطلح اصور لكم ياها والله وزرعت النعنع متل ما بتعرفوا اليوم اليوم يا صبايا ما في لاقصة ولا افكار وحشارك معكم طريقتي باليالنجي طبعا الشوب صار بده اكل بارد يعني صار بده هيك اكلات باردة تنعنش القلب لانه هيك الله يرحمنا برحمته يا ربي كتير شوب كتير كتير يعني انا قاعدة بمنطقة جبلية وشوب كتير كتير شوب يا صبايا والله لازم هيك الله يعفي عنا ويرحمنا برحمته حبايا بقلبي واللهما صلى سيدنا محمد اه جاني تعليق من صبية انه جاء انه يا انجات لا تعملي استاذي او معلمي على البنات يعني انا ما عم بعمل انا استاذي يا صبية وما بعمل انه انه بتفهمن عليكم لا بس انا اول شي بدي اتشكر هاي الصبية وبتشكر حضورك وتعليقك الحلو وطبعا انا يا صبايا بتقبل كل التعليقات هيك السلبية والاجابية تمام واذا في اي ملاحظة على الفيديوهات او على اي شي كمان اكتبوا لي بتقبل ما بنفر ما بقلك انه لا يي ولا تحكي وليش هيك وانا فهيمة وانا كزا لا 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 كل اياتنا منتعلم من اخطائنا يا صبايا تمام حلا انا ما بعمل اول شي ما بعمل انا استاذي تمام بس صبايا حابين هاي الفكرة وقالت لحالي انه بستفاد وفيد كمان وفيد البنات يعني عم بحكي شغلات انه لقلن للبنات يعني انتي عم تحكي باسم الكل انه يا امجات لا تحكي البنات ما بيحبوا تمام مين قالك انه ما حدا بيحب لا بيحبوا الصبية الاخواتي متابعيني كلها ياتهم بيحبوا هدول الشغلات انا عم غير لكم بالروتينات يا صبايا انا عم غير لكم يعني صح عم صور لكم روتينات بس يعني عم دخلكم افكار حلوة تمام هلا خليني احكي بالفيديو حفرت الكوسة انا بحب كتير الكوسة يا صبايا والبيتنجان ما لقيت بيتنجان جبت كوسة وفرمت جرستين بقدونيس طبعا حبايا بقلبي كل ما كترتو الخضرة بهالأكلة كل ما طابت اكتر واكتر عن جد يعني البنادورة البصل البقدونيس النعنعي اللي فيها كتير بتطيبة صاحب الدوب ويعني هيك بتكش كتير الخضرة بقلب الكوسة بقلب الورق العنب بقلب كل شي بتكش يعني ما بتعود بتبين منشان هيك من كترة نحنا تمام وحفرت الكوسايات متل ما كن شايفين وقطعت البنادورة والبصل وفرمت شوية تنعنع مع البقدونيس طبعا متل ما شفتو اي والله بقى خليني ارجع لموضوعي يا حبيبة قلبي اول شي انا ما بعمل استاذا متل ما قلتلك بعدين الصبايا كل ياتهم بيحبوا الحكي اللي عم بحكي يعني بيستفادوا وانا بفيدهم وانا بيستفاد كمان يعني انا اول مرة مثلا انه بيحكي هدول الشغلات كمان عم بيستفاد منهم بس انت عم تحكي باسم الكل طبعا ما فيك تحكي باسم الكل ابدا هيك ويخليلي قلبك يا رب ونورتي قناتي صبايا انا ما عم ماني نافرة ابدا ولا عم انه مستفزة او شي لا 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 ابدا كتير هيك اخدتها برحابة صدر وهيك براحة بروح رياضية يعني انه عنده تعليق علقت لي شكرا لقلك حبيبة قلبي بس انا ما عم بعمل حالي لا استاذة ولا معلمة ولا عم بعمل البنات بيملوا البنات اصلا يعني كيف ديقلك انه البنات بيحبوا هيك شغلات انه فيدهم يستفادوا من هدول الشغلات وشكرا لحضورك حبيبة قلبي وعنجد بتشكر كل صبايا علقت لي بهذا بالفيديو السابق تعليقاتي كتير حلوة كتير كتير عنجد وبدي اتشكر كمان كل الصبايا اللي راحوا اشتركوا عن دلال الحلبية مطبخ دلال الحلبي هيك الله يجبر بخاطركن ويوفقكن يا رب ويخليلي قلبكن ايه والله يا صبايا بقى اليوم ححتلكن رابط قناة اسمه عالم ولا بتمنى تروحوا تشتركوا بقناتها وتقولولها من طرف انجاد الشامية تمام خليلي قلبكن يا رب طبعا بقى هون متل ما شفتوا فرامت البناتورة هيك انه كمان متل ما قلتلكون كل ما كترتوا ايه يا حبايا بقلبي بقى مثل ما قلتلكون انا ما لقيت ما لقيت بيتنجان مع اني كتير بحب البيتنجان هلا انا لما بحفر الكوسة بعمل يا لنجي الكوسة يا صبايا بخليها يعني جلدي على الحل تمام بس ماما بوقتة قالتلي قالتلي انه لا تكتري كتير لا تكتري كتير اهو انا ما فهمت عليها هي قالت انه انه يعني خليها انه اكتر من الكوسة المحشي تمام بالحفر اكتر هي هيك قصده المهم والله هي ساويتون حفرتون هي طبعا ما شافتون دغري يعني ساويت الحشوة وحشيتون هلا هون متل ما قالتلكون فرمت الجرستين بقدونس وفرمتها البندورة والبصل وحطيت يا صبايا كاسة ونص رز مصري رز مصري تمام اي وحطيت لهم ملح وليمون حمد الليمون شوية زيت زيت زيتون زيت قلي كمان بطيبة هلا فيه فيه صبايا بيحطوا له مثلا دبس رمان بيحطوا له مثلا مية بندورة انا ما بحط لها بصراحة تمام بحط مية بندورة للمرأة للمرأة حتى ما ما قالتلي انه لا تحطي له مع اني انا يعني هيك يعني تعطيها شوي تعطيها شوية لون للمي لمية البندورة تمامي حبايا بقلبي ايه بقى حتى يتلع مثل ما قالتلكم ملح طبعا انتو يعني بتعرفوها والليمون وحمد الليمون طبعا اليالنجي بده يكون الملح ظاهر يعني مالح والليمون كمان يطلع ظاهر حمد الليمون يطلع كمان ظاهر يعني تطلع حامضة ومالحة تمام حامضة ومالحة هلا انا مثل ما قالتلكم ما حطيت دبس بندورة وما حطيت دبس الرمان ابدا ايه لانه انا ما بحط لها بالعادي ايه والله والله كان بده بعد استواء الكوسة بعد كان بده حفر شوي بس الحمد لله يعني طلعت طيبة ومن بعدها خلصتن وزاد عندي شوية حشوي لفيت فيهون شوية يبرق ورق عنب يعني اه حطيتن ومن بعد مستوه الكوسة اه حطيتن بقلب المرأة يعني شلت الكوسة وحطيت ورق العنب بقلب الطنجرة تمام بس هاي الفقرة اه نسيت تصور لكم ياها بعتذر منكم كتير كتير عن جد اه لاني كتير نشغلت وهيكي اه نشلشت كتير متل ما بيقولوا الحمد لله رب العالمين المهم طلعت انه هيك زابطة وطلعت كتير طيبة وان شاء الله فيها العافية على قلبنا وقلبكم يا صبايا دخيل قلبكم اه هلا في صبايا كتير قالوا لي انه يا امجاد عملينا جولة ببيتك ان شاء الله باذن الله هعملكون جولة ببيتي بهايكي باقرب وقت وهعملكم كمان تقوس تقوس الافطار تبعي والسحور كمان اه كمان هيكيك العام وانتو بألف خير هدو العشر تيام زل حجة اه الدعاء فيها مستجاب الصلاة فيها اه كتروا من الاستغفار يا صبايا اه صلاة الصبح اه اه قراءة القرآن الاسكار الصباح والمساء كمان كتروا واهم الشيء اهم الشيء سيد الاستغفار لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هاد عملو يا صبايا ميت مرة باليوم ميت مرة تمام ايه والله اه بقى هيكي اه صايمة قلت الحالي انه بسحبون اه عشرة ايام اه وهيكي ربي يطعمنا حج لبيت الله الحرام نحن وياكم يا رب وكل مشتهي ربي يطعموا اياها يا رب ويطعم كل ام محرومة مثلا من الولاد الله يطعمك ويجبر بخاطرك ويوفقكن يا رب يا صبايا والله لا يضيع تعب صبية وليضيع تعب حدا هيك عم يتعب الله لا يضيعه ويخليلكم ولادكن ويخليلكم ازواجكن يا رب وامهاتكن ويجمعكن بكل غايب يا رب اه دخيل قلبه امورد مبارح كمان نشرت فيديو كتير هيكي اشتقتله واستفقتله كتير والله اه حبيبة قلبي امورد نورتي اليوتيوب نورتي القناة ونورتيني بتعليقاتك دخيل قلبك اي والله بقى كمان حشارككم هيكي افطوري وسهوري كمان اه الله يتقبل مننا ومنكن ويلي صايم يكتب لي بالتعليقات اه كتبوا لي يا صبايا بالتعليقات شو عم تعطى شو عم بتجوعوا بهالشوبات شو عم تعملوا شو الافطار اكتبوا لي بالتعليقات قوام وادعولي انا عن جد وحيات الله عم بدعي لكم من كل قلب يا صبايا لكل صبية لكل متابعيني عم بدعيلون هيكي الله يخليلي ياكن وما يحرمني منكن ان شاء الله هيكي بتكبر قنواتنا اكتر واكتر يا رب ويحقق مراد قلبكن وانا هلأ كتير اعتشط وهلأ هون يا صبايا مثل ما قلت للكون عم بحشي الكوسة وهيك الله يعطينا العافية ويسلم ايديي ويديكن يا رب على هالورق العناب والكوسة واليالنجي صبايا اللي وصلت معي لهون لا تنسي اتفعلي زر الجرس تشتركي بالقناة وتكتبيلي تعليق كتير حلو مثل قلبك خليلي قلبكن حبايا بقلبي وصلت معكن لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبكن انتظروني فيديوهات جديدة ووصفات جديدة ولايفات جديدة معي انا مجاد الشامية بامان الله وحبظه اشتركوا في القناة